اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شباب الوزاد بعيدة كل البعد على النسق المطلوب سيحب الكريمبيرا ونحن في الثواني الاولى من الشرط الثاني معطيات الان اختلفت بالنسبة لشباب الوزاد خاصة بعد الراحة لان فيه توجهات في امور تاكتيكية وعطيت اللعبين من قبل المدرب العياشي على هذه المعطيات كيف تشوف سيناريو الشرط الثاني من المباراة والله التفوق العددية فاريق البوليدا راح يخلي فاريق هذا يكون بلك اكثر خطورة ترتيب امور فاريق بالوزاد تقريبا نفس المنهجية اللي خلينها في نهاية شوط الاول ربعة ثلاثة اثنين انظن فاريق بالوزاد العشر دقائق الاخرى ظهر يعني دارزوج حالات اللي كانت قادرة تكمل بهدف المباراة مفتوحة انظن مواسدي ما قاعد متخوف يعني زوج جدار الاول والثاني ديما في مكانهم والبحث على هدف ثاني على الاقل بشيط المباراة عن طريق شهلول ولا بن سعيد في كورات بلك في عمق الدفاع فاريق البولوزاد اللي ديما راه ظهر انه بطيء على حسب السرعة اللي موجودة عن شهلول وبن سعيد ولو ان ربما اتحاد القريدة معدو مخصر في مباراة اليوم على اعتبار ان الهدف الاساسي يبقى هو دمان البقوة بطاقة اولى اندار الاول للعب سبيرة عبدالله بعد التدخل امام سعود محمد ان mourيد بن نوزا يمنح له البطاقة الصفرى الاولى في المباراة في العادة البطاقة الصفرى تسبق البطاقة الح업 في مباراة كورة القادمة ولكن في مباراة اليوم البطاقة الحمراء سبقت البطاقة الصفرى بعد موجه السيد بن نوزا البطاقة الحمراء مباشرة اللي اللعب بوسطي زوبير بعد ما كان آخر مدافع وامتق باللاعب شهلول اللي كان متوجه صوب مرمى الحارس أسرين محمد امتلاق الامتلاحة شباب الوجدات وزيع الكرة ايته عمر يراق بكورتو محاصر بلاعبين ما يمرش وزيع منه الكرة ثم الانتلاق ناحية بن سعيد راحق الكرة محاصر بالعيفوي وتفوق العيفوي يخرج كورتو إلى التماس عدم ترقل المساحات ربما الكافية تفوق من العيفوي قريب مراقبة ناسيقة لهذا اللاعب العائد للهجوم أو اللي يصعد إلى الهجوم مراقبة قلت لا سيقة من العيفوي اللي ما تركش المساحات كافية لبن سعيد لمراقبة الكرة لأن ابن سعيد لما يكون في مساحة واسعة وتكون الأمام مساحة كافية يخلق الخطورة ويشكل صعوبة على دفاع شباب بالمجداد كرة ثابتة لمصلحة اتحاد البوليدة ونحن نلعب الدقيقة الثالثة اتحاد البوليدة هدف شباب بالمجداد شفر مباراة المتحسن بعد ومباراة الكاس ومباراة الكاس تبقى ربما بمفاجآتها وتشويقها حتى آخر دقيقة ثم الانطلاق من من سعود محاولة المرور ما يمرش أمام شبيرة يخصي الضواق الأيصر كما ينبغي وتدخل قوي من اللاعب أمام على اللاعب شبيرة اللاعب معمري عبد الكريم ربما بمفاجآتها وقع على عرضية الليدان من نقاط القوة فريق بالوزداد هو اللاعب مسعود والشي اللي داروا اليوم سيد موسى بالنسبة لحراسة ما رايش حراسة فرضية هي حراسة في المنطقة بين خاصة ماروسي وبين بن عيادة حتى شبيرة لما يجي يعني لما يتحرك في محور الملعب فيها ماروسي لما يروح اليامين فيها بن عيادة لما يروح الياصر فيها شبيرة ولما مسعود ما يتحركش وما يلقاش المساحات الكافية المساندة بالنسبة لعمرون وعودية تكون قليلة وهذا ما راح يقلل من الخطورة اللي قادر يخلقها فريق بالوزداد مع نظام منظم مع البيفاع منظم وراه ماسك نفسه وثابت تقريبا ما يعطي حتى مساحة فرغة المواجمين في حرف الموزر اللي هما قال ديس بن عيادة وشبيرة إذن كرة ثابتة للاتحاد البوليدة وليسماعي ديس في توزيع كرة صوب الهجوم راح تكون طويلة بالفعل البحث عن شهلول أو بن سعيد شهلول لكن كرة ما تلحقش له بعد تدخل الدفاع ومكيوي التماس ولمصلحة اتحاد البوليدة وبالعواد يترك كورتو لبن عيادة عبدالقادر مثل التماس ناحية بن سعيد ضيعة ثم مقطوعة لمستوى منطقة سبب الوجداد والانطلاق من كحوت ناحية مسعود كورتو طويلة لكنه تمكنش منها تسرع وحاول تنزيع مباشرة تنصب عمرون ويعتذر لرفاقائه ولعمرون كانت الفكرة لكل اللاعب حاول الاجتهاد لكنه ضيع كرة مكحوت بضيع منه الكرة وتفوق دائما من جنب عناصر اتحاد البوليدة شو فيها اللعب سبب الوجد في كل مرة اللي تكون عند القرية القنص ومحاصر ومضيق بلاعبين أو ثلاث لعبين مروغة جميلة هايلا هايلا من شفيرة أمام مكحوت ثم الانطلاق من حركات سبب كورتو لماروسي طويلة نايت بن سعيد هايلا من بن سعيد أووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وحاولت مخادعة الحارس الشرير ولكن من حسب حظه شرير أن الكرة كانت جانبية فمن الخطرة تأتي من جانب اتحاد البوليدة ثم الانطلاق مرة أخرى وحباش شوف سيفا عمسي بوساكر التزام للعابين تعفارق البوليدة وتبسيط في لعبهم ديما اللعاب وسط الميدان ولا المدافع تكون عنده كرة البحث مباشرة على بن سعيد ولا شعليز وأكثر إذا من أكثر سراما قد نقول من جانب اتحاد البوليدة نعم صلابة دفاعية ولعب ملتزم بالنسبة لعب الهجومي وضغط على دائم منها لحامل الكرة مكهوت يعملونه أيضا مكهوتين مثل الكرة البليد الحاكم مبدأ الأفضلية وانطلاق من شبيرة يمر شبيرة الحاكم يقول ولا شيء وحاول خلق الرواقة والممر في محور دفاع اتحاد هذا شباب الوزداد من المدافع شبيرة اللي يسعد حتى المدافعين يسعدوا وخلقوا الخطورة والانطلاق هذه المرة على الجهة اليمنى والانطلاق في صالح اتحاد البوليدة محاولة المورور وتوزيع الكرة صوب القائمة الثانية ولكن لا أحد محاولات من الجميلة في الوقت ما كانش فيه المتابعة كان كل من شهلون وابد انتعيد في القائمة الأول في الوقت ما كانش فيه السمرير صوب القائمة الثانية ثم الانطلاق من المكهوت ثم ايتو عمر في الوسط يهدأ نوع ما يغير وين موجود مكيوي ملقاش الحلول ملنائل بن سعود لكن قطوعة ماينحقش عليها سور عايز فرجوا عناصر اتحاد البوليدة الكرة اتفاعين فريق البوليدة منظم أحسن أحسن بكثير متحكم في زمام الأمور والكرة الحديثة اليوم تبدأ من وراء ثم حرباش ناحية بن سعيد والتغطية فيه تغطية من عفاوي كابري طلب الكرة حاليا طريق بالوزداد مع دخول كابري فيه محاولة استعمال طريقة تسلل على اللقطة كسر تعد المحاولة المراوغة الجميلة من شبيرة أمام مكهوت سكر للإخوة والزملاء التقنيين على المجهودات المبدولة لإمتاع المشاهد الكريم بهذه الصور الجميلة واللقطات الفلية الرائعة والحاكم بن نوز يقول فيه خطأ ثم الانطلاق من عويدية يخير تماما من ناحية مكهوت وصله للكرة يلحق كورت وليه أم عمري ثم مكهوت محاصر محاولة التوق وليحافظ على كورت دائما عنده كورت تسديد هاي نوو تسديد قوية من مكهوت على إطلاق لقطة فرضية ومحاولة فرضية مكهوت يوسع أو شدة كورة جانب فيه قليل القائم قائم مرمى الحارس واضح الهادي لقطة فلية لقطة فردية هلنقدر نقول تسمعوا لقطة فرضية أو اللقطة الفردية من جانب فريق شباب الوزاد بعدما عجز على خلق اللقطة الجماعية هو الفرق يقدر يجيبه المدافعين يرمى على الأطراف يسندوا أكثر وسط الميدان يجيبوا على الأقل تعديل العددي مراوز تفوق العددي لأنه بعدم وجود المدافعين على الأطراف المسندة من ضمدين فريق البوليد يجيبين يتفوق على فريق الوزاد ظاهر أيمن ولا ظاهر أيصر حاولة مثل هادي ربما اللعبين يسترجعوا ثقا ويجدوا ثقا أكثر لأنهم قادرين يحلقوا الخطورة ويوصلوا إلى منطقة اتحاد البوليد بشهولة ومن ثم الضغط على منطقة الحارس واضح لهذه نعم وخطأ لمصلحة شباب المجداد خطأ من كما كان جيد ربما الشبيه باللقطة أو كرة ثابتة التي أعطيتها هدف اتحاد البوليد أمام الكرة مسعود محمد وصراع لاحظت صراعات لا يتوزيع دخم تقتل عمال نعم نقطة أخرى والحاكم يقول فيه روكنية قادر عسية من اللعب العفاوي اللي كانوا يردت على اللعب ديس إسماعيل يتمكن بهذه الطريقة من جيل الهدف الأول وجئوا الأنصار ناعدة شباب المجداد نقطة أعادة الروح للأنصار في المدرجات ورثابتة ورخلية تنفت صوب القائم الثاني خروج واضح بقبضة اليدين تبقى لمكعوت دائما في منطقة اتحاد البوليدة تعاود استرجع أيتو عمار لمكعوت مرة أخرى محاول تجيع الكرة صوب القائم الثاني بالفعل ولكن مقطوعة داخل منطقة العمليات إبعاد الكرة للحظات فقط وتبقى الاتحاد لجباب المجداد أيتو عمار عنده الكرة أمامه مكعوت ينسل الكرة مكعوت رحي ونحن نلعب الدقيقة العاشرة من الشرط الثاني اتحاد البوليدة هدف شباب المجداد سفر وأهازيش ومحاول أنصار شباب المجداد ليعطاعش الشحنة المعنوية اللازمة لعناصر فريقهم ليتحرك مع هذه الدقاقة العشر دقاقة الأولى من الشرط الثاني ومحاول ترد بشرعة الاتحاد البوليدة ومكتمة عديد النتيجة ولو أن الفريق يلعب منقوص عددي في عشرة لاعبين فقط تبقى الاتحاد البوليدة وإبعادها مباشرة الامتماس بواسطة شبيرة عبدالله هذا رد زعب طبيعي في بيديتشن الثاني بالنسبة لفريق الوزاد حتى على الأقل يرفع من معناوية انتها ويرجع في المباراة وحتى النقطة ربما معبرة من طرف المسرب كمال المواسا وفي أنه يكون اللاعبين لكم نايمين يعني نعم يطلب منهم أنهم يتفطنوا ويكون رد فعلهم يعني ما يتسامحوش وما يتركوش المجال والمبادرة لعناطر شباب الوزاد اللي يضغطوا في هذه اللحظات خورة لمعامري عبدالكريم رح ينفو التماث رح يكون طويل داخل منطقة العملية في خورة طويلة ولكن الحاكم يطلب توقيف اللعب اللعب حتى يخراج الألعاب النارية اللي ربما تأثر على أرضية الميدان تبقى لشباب الوزاد ولكن ضايعة توزيعت لمعامري عبدالكريم ضايعة إلى ست أمتار هذا أمامنا رقم 34 طاهير الأيمن اللي يحاول خلق التفوق العدد في منطقة استحاد البريدة بعد ما عجب المهاجمين عن خلق اللقاطات اللي ربما تقرق الحارس واضح الهادي أمامنا في إعادة الكورة بعد خروجها إلى خمس أمتار وخمسين أكثر مباثر الآن جنب شباب الوزاد كما قلنا هذا رضي على طبيعي باش يعودوا يرجعوا في المباراة بقوة وعلى أقل يعودوا يعدلوا من ضمن فريق بليدة يسير هذه المرحلة الصعيبة هي العشرين دقيقة من الصعب من بعد بالك على فريق بالوزاد يرجع بقوة لأنه الأن راوية يمد الكل في الكل يستعمل الأطراض بالنسبة للمدافعين على المشاندة في استغلال يا ربما وسط الميدان من طرف أي توعمر حاليا قد تريبا نوعا ما فريق البليدة المعركة سعفة وسط الميدان واستغلال أو استعمال التسلب على قطع بن سعيد وشهرون بالنسبة الهجوم المضاد والسريع بالنسبة العمر منظم هذه مغامرة نوعا ما بالوزاد هي يرجع بهدف تعديل وليقدر يتلقى هدف ذلك ترفض الخطاء ولكن لا أحد كابري وحده إلى الوراء للعفاوي دون مضايقة الكابري مرة أخرى محاوة الخروج عن طريق تمريرات القاسرة مكهوت يغلق على نفسه ومضايق ومحاطر ويديع الكرة التمث الأشدر والأحسن من مكهوت أنه يوزع الكرة لكن عودوا إلى الوراء أمامنا مكهوت رقم ثلاثين المستقدم من فريق ملودي في قسنطينة في مرحلة تحويلات شبيرة عبدالله نحية تم سعيد لكن ضايع يتمكنش من هذه القرة ويديع بكر فريق اتحاد البوليدة تأهل في الدور ثم نهاية على حساب شبيب في جاية بهدف لصفر من أمضاء بن سعيد ليبقى بن سعيد عدلان هدف اتحاد البوليدة في منافسة الكأس سجل مع فريقه ستة أهداف كاميرا في كل المباراية اللي لعبها فريق اتحاد البوليدة بن سعيد سجل أهداف سوا في الدور ثاني والثلاثين لما فاز اتحاد البوليدة على نادي رجم بستة أهداف لسفر كان نصيب بن سعيد ثلاثة أهداف ولما فاز اتحاد البوليدة في الدور السادس عشر أمام سيديعيش بثلاثة بثلاثة أهداف لهدفين كان نصيب بن سعيد هدفين ومنح هدف التأهل لفريقه في الدور ثم النهاية أمام شبيب في جاية من قسم الوطني الأول بينما شباب الوزاة تأهل في الدور ثم النهاية على حساب ميطار ستين ترعان بثلاثة أهداف لهدف واحد أمضاهم كل من مشعود العيفوي وبالراح في حين اليوم فريق شباب الوزاد منهزم لحد الآن في الدور الربع النهاية أمام اتحاد البوليدة بعد مرور ربع ساعة من الشوت الثاني بهدف لسفر من إمضاء ديس جمهور كبير وأنصار تنقلوا بقوة سواء من العاصمة أنصار شباب الوزاد أو أنصار الاتحاد البوليدة من البوليدة لملعب الوحدة المغاربية بعدما كانت المباراة مقررة بملعب بفريق ثم في آخر المطاف ثم تغيير أو نقل المباراة إلى ملعب الوحدة المغاربية ثم الانطلاق من من كحوت هاي من المكحوت يوزع كورتو هاي لا من هناك ناحية عمرون الكورة سريعة يلحق عليها قبل قروجها تعاودي يزعى كما جاءت الصوب القايم الثاني لا مايلحقش عليها نسعود وسهل بالنسبة لاتحاد البوليدة ممتاز من ماروسي في الوقت اللي يلحق كمي يوقف اللعب به لعب وقع على أرضية الميدان يبدو لي ديس هو اللي وقع على أرضية الميدان من الإصابة تكون خفيفة لللاعب ديس يعود إلى رفقائه لقطة معادة نشوف ربما كان فيه احتكاك بعد توزيعة عمرون كورة سوب القائمة الثاني كان موجود مسعود كان فيه استضام بين ديس وشبيرة وأيضا مسعود رقم عشرة من جنب شباب بالوزداد ولكن ديس كان فيه استضام بينه وبين رفيقه الشبيرة عبدالله رقم 15 ربما الإصابة في الرأس يمكننا الإصابة تكون خفيفة هي اللقطة معادة عمرون وزع كورة وفيه فيه 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 احتكاك أو فيه لقطة أو استدام بين شبيرة رقم 15 وأيضا ديس لوقع على أرضية الميدان هي هي الكورات العرضية العالية يعني تخلي هجوم فريق بالوزداد يكون عاقم ننضم المفاتيح نجاحتها فريق بالوزداد كما شفنا مقبيلة مقصوص كورة الخارجية الكورات البيانية أرضية لأنه قال جيد كورة هي الكورات العالية وعودية حالي ما زل ما تحررش من المراقبة وضروري أنه يطلب كورات بينية حتى يقدر يكسر التقلية اللي موجودها هاوة أوه خادق الكورة خادق الدفاع وتغالق الجميع في الوقت اللي كنا نشاهد ديس يتلقى في الإسعافات كان فيه تسديدة قوية والحارج واضح في أول تدخل قوي على اللقطة وواضح في صعوبة كبيرة إلى الركنية يعود ديس إلى رفقائه وإلى المباراة معافة أمام الكورة مكروت دخول قوي للشباب بالوزاد مع بداية شوطة ثاني مكروت يوزع كورة داخل منتقة عمليات وديس في إبعادها صب الهجوم ناحية شهلول شهلول هل يتفوق أمام معمري يتفوق شهلول يحافظ على كورتو يتوغل يبحث عن المساعدة بالعاقبة إلى الوراء يلحق عليها حرباش تنائية هايلا وتدخل اتفاع وركنية ورابينية وتدخل اتفاع بعد تمرير بالعواد ناحية حرباش همامنا رقم 17 ينهض تدخل بقوة هاللقطة والحارس ما الحقش عليها الحارس لكن صدمت بالدفاع بمدافع من شباب المجداد خرجت إلى الركنية بعد اللقطة الدينية هذه بين بالعواد وحرباش وكمال موسى أمامنا الموسم الرابع له مع اتحاد البوليدة يعني بعد ما درب الفريق لموسميني سابقين من 2000 إلى 2002 تنفذ التماس وتوزيع من هرباش والسقطية موجودة تعود ترجع لحركاس يوزع صوب القائمة الثانية خرج أسرير صوب فقوة الركنية نحقش عليها بن سعيد هذه المرة كوتينغ تأسيم واسا نظن باللي راح صغير هذا راح يعطي دعم كبير اللعب الهجومي دخول الربيح يعني من الضربات القوية تأفريق البوليدة الورقة الرابحة طبعا نرى نرى النقطة معادة بعد توزيع حركات صوب بن سعيد ولكن الخروج كان موفق من وسرير محمد وإلى الركنية الركنية الثانية على التوالي الركنية مفرع داخل منطقة العمليات تبقى لمصلحة اتحاد البوليدة تجمع الدفاع ثم حرباش إلى الوراء كرة عالية من شبيرة الحاكم يقول فيه خطأ في دفاع اتحاد البوليدة أو شباب الوزداد الحاكم يطلب تنفيذ الخطأ وكان وقوعه ثم الانتلاق من الخلف من آيت عمر كرامة الحقش لعويدية ثم حركات ماروسي ممتاز غير كورتو لاهيد بن عيادة تعوث رجالي بن عيادة مرة أخرى أكثر هدوء وتحكم في الكرة ممتازة اللقطة هذه خروج هذه وتدخل الدفاع تدخل الدفاع من كابري قبل وصول الكرة إلى بن سعيد لكان ينتظر في هذه التوزيعة بعد مرور عشرين دقيقة دائما يبقى تفوق الاتحاد البوليدة عن لقطة معادة وتدخل موفق في التغطية من كابري المتاز بعادة الكرائر الركنية في الوقت من شاهد فيه تغييرين راح المدرب كمال موسى راح يحضر تغييرين راح يقحم اللاعب المهاجم وأيدن ربيح وصد ميدان تقدم أيدن بعد أربما ما شف أن شباب المزاد ترجع ربما تقت وبدأ يتحكم في الأمور راح يعاني كثير فريق شباب الوزاد حتى التغيير اللي راح يديره هو مراش تغيير تاكتيكي منصب منصب إذن التغيير الأول هو بالعواد هو بالعواد لا هيخرج لطرق ما كانوا بالعواد عياش أمام التشفيقات أو تحت تشفيقات إن صار مهاجم مهاجم وسميدان متقدم وسميدان متقدم لا إذن شهلول هو اللي يخرج أمامنا شهلول شهلول يدخل في مكان ويخرج أيضا بالعواد ويدخل في مكان وربيح وإذن خروج شهلول للشوط الأول يخلق متاعب كثيرة لدفاع فريق شباب الوزاد وإذن يدخل يعود شهلول منصب منصب مهاجم منصب منصب مهاجم بمهاجم تجل مع صريق وماتحاد البوليدة أربعة أهداف بانطلاق ناحية عمرون لكن مخطوعة ما يمرش عمرون تبقى في منطقة اتحاد البوليدة وديس خفرة وتجربة عند هذا اللعب الكبير في رزانة ثم مكحوت في سراع الحكم يقول فيه خطأ لمكحوت تدخل من حكاس ناحية كابري برعسية وحركاس يرجع هذه الكرة ثم مراوغة من ربيح دخول ولكرة دخول لربح كهو ميدان ما تقدم يصري راح يرغم معمري باش ما ساند اللعب الوجوم وتعفر بالوزاد ومن هذا الباب هذا يخليك تفوق العزبات في وسط الميدان ولاحظ أن المعمر يساعد كثير على الرواق الأيمن موجود الربح الان راح يرغم مزيج يطلع مزيج يتمحش طالما ماذا خوف من ارتكاب الخطأ خندن لفريق اتحاد البوليدة ربما يبحث عن النتيجة الإيجابية ليس من أجل التآهل ولكن من أجل خود ما تبقى من وشار المطولة بمعنويات مرتفع لأن الفريق يعاني في البطولة الوطنية في الترتيب وبالتالي التآهل راح يسمح اللعبين بشي لعبه التلت مباريات المتبقية بمعنويات مرتفع خاصة اللقاء القادم راح يكون أمام جمهوره أمام نادي فارادو في لقاء محلي كبير وبالتالي في اتحاد البوليدة مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اتحاد فارادو حتى يضمن البقاء اليوم لقاء أيضا ملقاء كاشوة لكن أيضا محلي سيبير لأنه زيادة على طبع الكاشوة طبع المحلي أيضا شي بخلها ربما المباراة تكون عندها نكهة خاصة وتبقى مسوقة حتى نهايتها ونحن نلعب بالدقيقة الخامسة والعشرين من الشرط الثاني وتفوق الاتحاد البوليدة أمام شباب الوجداد بهدف السفر تبقى الكرة بينية هايلا هايلا يمر هوا داخل متقة العمليات وكابري تبقى للأحداث وقت أرضية العفاوي لا الحاكم من الوقت اللي الحاكم يقول فيه خطأ لدفاع شباب الوجداد تدخل موفق من العفاوي ما ترقش الكرة توصد بن سعيد اللي كان ينتظرها كان في انتظار الكرة وإلا كانت صعبة على الدفاع شباب الوجداد لقطة متيرة داخل منطقة العمليات العفاوي بدكاء أمام بن سعيد نتفوق هذه المرة في الوقت بن سعيد كارتا كبر الخطأ أمام العفاوي الحاكم يقول بإعادة تغيير تنفيذ الخطأ بعدما كان فيه كرة ثانية فوق عرضية الميدان يعني شاهد شباب نجداد بذل عشر تلاعبين أحسن شوطا الأول يعني في كسب الفور في كسب الفور يعني في كسب الفور يعني في كسب الفور عن داعه في المبادرة الهجومية منظل هذا مما يخلي التفسير على الثنائية الآن التفوق من جانب تراجع تراجع نسبي تا فريق الاتحاد البوليدة في العشرين دقيقة لولا بتاع شوط ثاني هل ربما الحرارة لإن اتحاد البوليدة بدل مجهود في شوط الأول البدني الآن اللعبين ربما ما قلع ما عفوش فريق بالوزداد مقاملة في شوط الأول عرام برهر الآن هل يتمكن شباب بالوزداد من سغلال هذا الفراغ أو لمرحلة الفراغ اللي مرضيها فريق اتحاد البوليدة كما استغل لذلك اتحاد البوليدة في شوط الأول فرصرت فراغ شباب بالوزداد وسجل هدف الانطلاق ناحية ماماو ناحية الزينجا ثم آيتو عمر في الوسط وسيرع مع حركاته والحاكم يقول في خطأ لآيتو عمر في وسط الميدان فوات زينجا دخوله مميزاته ما روش لعب سريع هو لعب أكثر منحل ارتقاء العالي سراعات واحد ضد واحد في الكورات العالية أما في سرعة مقارنة من عشالون حتى وراحين يكونوا كورات يعني في العمق منظم ما راحش يدير نفس الخضورة اللي كان دير عشالون بالك هنا سيد موسى حتى تغيير شكل رسم تاكتيكي أرجع بربعة خمسة واحد تقريب الابنين بيعود يرجع شوية الوسط وحب يحافظ على هاد المنطقة وهي منطقة حساسة ويكون مناورة تكون ويخلي بن سعيد يمشي تقريبا على كل عرب الملعب ويبحث على هذا الثاني يخلي فريق بالوزداد يطمع أكثر ويبارف والانتلاق في هجومات خاطفة وسريعة وقادر قادر ينهي المبارا إذن تمات اللي تنفذ بسرعة لكن تستغطية موجود من هناك شبيرة ثم عودة موفقة من عمري ناحية عويدية وقبل خروج هيلحق عليها واضح الهادي أمام عمرون يعني الشي الصعيب اللي 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 شباب الوزداد يزوره هو عمرون وعودية اليوم تقريبا رمغيبين حول الفاريح من الوزداد هزوج لعبينها تحركتهم بالمساندة بالانفقاء بالمهارات انتحهم اليوم تقريبا يعني رأهم تابسين في محور ثيفاء فاريق البوليدا اللي رمش يعجوا لمعبابة لا تقريبا ما رمش يهربوا جلب من المراقبة ويتحركوا على عرض الملحب هذه ممتازة تسجدة من مكعوت والحارس واضح هي يتعلق مكعوت في ثاني محاولة له والحارس واضح الهادي هذا اللقطة يتعلق واضح وتدخل تفاة اخر المطاف في اخراج القراء الى الروكنية بخطورة اكثر بخطورة في الشوطة الثانية من جنب شباب الوزداد تلفد ولكن سوى تفاهم بين ايت عمر والكحوس والانطلاقة انطلاقة من ربيح ناهية بن سعيد في الوقت للحاكم المساعدة الثاني واضح سوكيان يرفع الرأي وشير الى وضع التسلل وجود بن سعيد مع تغيير اخر في تسكيل شباب الوزداد تغيير الثاني الاحمر مععب راح ياخد مكانه مكان مكحوت وذين مكحوت يخرج هاي اخر شديدة واخر محاولة من مكحوت قبل خروجه وتعويضه باللعب الاحمر الاحمر ياخد مكانه في تسكيل شباب بن سعيد يبحث عن المساعدة يحافظ على كورتو يرجع للورالي بن عيادة يصعد بن عيادة يجد بسرعة المحاولة تفديد هاي لا تصطدم بالدفاع ثم الانطلاق من الاحمر عبوب في اول كرة يوزع ناحية عمرون ولكن الى التماس عمرون اعمى من ارقم واحد وعشرين نصف ساعة من شرط الثاني اتحاد البوليدة هدفه شباب المزداد سفر ربع ساعة كل الامور او كل المعطيات سوحي بان طريق شباب المزداد قادر على تعديل النتيجة واتحاد البوليدة قادر على اضافة الهدف الثاني هاي لا من ربيح داخل منطقة العمليات اوه محاولة مروغة على خط منطقة العمليات لكن تدخل دفاع صف خالي من سعيد محاولة داخل منطقة العمليات يوزع كورتو ولا اكل لا احد فيش مغتابع دايما اللعب يفضل يدخل منطقة العمليات حتى ربما يصعب من مهمة المدافعين لانه يبحث عن ارتكاب الخطأ ويدفع اللعبين المدافعين الارتكاب الخطأ كورا من الدفاع والتماس ولشباب المزداد وايت عمر يصرف كورتوني معمر يا عبد الكريم بحث عن عويدية الحاكم يقول فيه خطأ لعويدية محمد امين لعب المنتخب الوطني للامال سجل خمسة اهداف مع اللقطة وصراع مع طالما مادو امام الفورام السعودي محمد رقم عشرة ويدي محاصر ومضايق بطالما مادو داخل منطقة العمليات مسعود يزع كورتون صوب القيم الثاني وخروج واضح واضح الهادي ممتاز واضح يتألق في هذه اللقطة توزيع من كرة عرضية توزيع من مسعود لكن واضح امام العفاوي يتألق ويلسقط هذه الكرة ومجال وقع على ارضية الميدان واضح اللي صباح الحرس الاساسي دي اتحاد الفوريتا حتى العام اللي رأوا يقوم به سيفيس البندلعة في تحذير الحراس هو لعب قديم تأشابه بالوزد كان معاشي بغتي يلعبوا كيف كيف يعني تقريبا مشوار كبير يقوم بعمل جبار في تحذير الفراس ونضمن تاريخ كبير لازم يكونوا عنده زياد الفراس على الأقل خضار في المرتبط اللي يقدر يعني مثلا سامادي كان يلعب اليوم اللي هو يلعب واضح وهذا هو فريق متوازن ولو ان فريق اتحاد البوليدة عنده امكانيات يعني العناطق نخطر لقوم فريق شاب ولكن ربما الشديقان به المدرب كما المؤسط تحذير الفريق الثالث الموسم يعني الموسم الثاني مع فريق اتحاد البوليدة النتائج لم تكن في مستوى العمل الموجز من طرف المدرب هل اللاعبين اللي يتقسم ربما الخبرة اللاعبين ربما خاصة الفقاع رضي في ميدان وفريق طيع الكثير من النقاط هذه الأمور أطرق سلبين من ناحية المعنوية عن اللاعبين والله أنا نقدر نقولك أنه فريق البوليدة ما يستجبلك هذا ترتيب اللي وراه في مرتبة مليحة بلكن يشوفوا مرضه الأحسن من هذا عدم وجود التجربة ونقص في المعدل العمر اللي رأيه وصير بزيار بالنسبة والانطلاقة من الربح يتوغل هايلا يتذكرتو ناحية بلسعيد وتدخل اتفاع العفاوي كانت كرة ممتازة من الربح ناحية بلسعيد لكن العفاوي كان في التغطي أو في التصدي لهذه الكرة حتى لو نشوفوا الإعادة يعني التوغل كيفاش كان الفتحة كيفاش كانت ولكن بنسعيد ما سددش بقوة حب أكثر يفلسي يعني يعني يحط كرة راوخ لا راوخ معمري ونطلقت وزع كرة إلى الخل شوه نضربها بنسعيد بالداخل تعالقادم تاعد ما سددهاش يعني بقوة ما حوش على القوة إذن ديس في تنفيذ الخطأ لهذه الجينجا برعاسية دخل من تقتل عملية الجينجا يحفظ على كورتو يخطيها يعود يرجع الوراو تستدم بالدفع تبقى الخطورة دي ممتازة وأشرير رايع تستيدة قوية من خارج منطقة العملية من حركات من حركات أو من اللعب حرباش هو اللي سدد والحارج أشرير بقوة يتصد لهذه الكرة اليوم نقدر نقول الضور للحارسين دي واضح لهذه وأشرير محمد أيضا ولو أن النتيجة إذا كان هي هدف دي سفر وبفضل الحارس أشرير بيساعد مرة أخرى أشرير مرة أخرى يتألق أشرير مرة أخرى يلفت الانتباه ويبقى سيد في مرماه أشرير متألق لحتى الآن رجل المقابلة لحتى الآن دون منازع أشرير يتصد مرة أخرى أمامنا أشرير محمد يتفوق ويتألق ولقطة رياضية جميلة جدا مع حركات قعد حارس كبير أشرير أضل رئيس كان يتؤكد على أنه حارس له كل المؤهلات بل أكمل مرحل فراغ صعيبة ولكن عود رجع بكوة من مبارك فارادو شو هنا يعني الحارس اللي عرفناه مع نصر حين دايما عند السنة وليس إذن مباراة أشرير اليوم من صح التعبير كان في الموضوع ليلعب في ضر كبير إذا كان النتيجة هي اللي يهدف لسفر فبفضل الحارس أشرير ثم الانطلاق من شبيرة أمامو الزينجة يلحق للكرة ثم توزيع مرة أخرى اللي يحرباش يبحث على التنائية بينو بين الزينجة هلو بعيدا نحاول تستيط من الزينجة التعب نوعا ما ظهر على المدافعين فارق بالوزداد ونشوفوا حاليا تقريبا وسط الميدان في غير زوج لعبين أيت وعمر والأحمر هم اللي لهم تطريب المسعود عودية وعمرون ناصر الهزوم هنا فارق بالوزداد رادي يحوس على هدف ويقدر يعود يرجع يستقبل هدف ثاني لأنه في كل مرة شوفه تفوق عددي بين ربيح بن شاعيد يبزنقا واللعاب كرباش يعني ربعة ثلاثة ثلاثة ضتنين وهذا يقدر يقدر بلاك يسمح فارق البوليد يرجع يقتل المباراة هذا الثاني وقبل نهاية المباراة في عشر دقائق اتحاد البودية يبقى متفوق بهدف السفر امام شباب الوزداد والخطأ واضح من عمرون امام ديس اسماعيل والاهزيش وفرحة انصار اتحاد البوليد طبعا وفريقهم متفوق في النتيجة بهدف السفر ثم ناحية تزينغا داخل منطقة العمليات امام مكابري البحث عن اللقطة الفردي والمروغة لكن مضيف ومحاثر اغلق على نفس بالفرب من الزاوية والحاكم المساعد يقول تماس لمصلحة شباب الوزداد ولي كابري طبعا فيه 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 سجال بين اتزينغا امامنا رقم 29 والمدافع كابري من جانب شباب الوزداد بقيم مكتوعة مرة اخرى والكمات لاحية توايدية مطيق ومحاسر اليوم تقريبا نعودية غاية في المباراة الحراسة الفرضية اللي فرضها عليه طال والتي ما اعطاش يعني اي لحظة ربما كان يعاني هو ايضا من اسابة وكان غاية عن المباراة ربما شارك مع المنتخب الوطني الامان في مباراة ودي امام شبابة القبال وبالتالي اللعب ماهوش يتمتع بكامل قدرات الفنية والبدنية تقدر تكون فرضية بالنسبة المجهود والارهاق البدني اللي يخلي لعبنا يخلص يلقى كل كان يتوقي مباراة كما هذه ربما حتى اللعبين ربما على طول الفترة المنافسة يعني بطولة ايضا والكاس ربما هذا ايضا نعم 11 شهر يعني هذا صدقني رايجيريما رياضية بالنسبة اللعبين اللي 11 شهر وهم في الميدان من الصعب يعني باش يكونوا في الفورمة البدنية مئة بالمئة وهذا لما يشوفوا ربما مباراة ما رايش مستقرة بالنسبة من اسبوع لاسبوع اكيد يعني مشاكل من المدربين حتى اللعبين باش يقدروا يحققوا نتيج مليحة نسبين على حسب فورمة بدنية المدرب يعني تفرض وجودك واللعاب يقدر يا ربما يلعب ويطبق اي مهام تاكتيكين يطلبون المدرب دفاعيا ولا هجوميا زيادة ايضا على الانجاء الانهاق ربما الحرارة ايضا تأثر على اللعبين خاصة هذه المباراة لو تلعب ليلة تكون احسن يعني في مراناسي 2007 ياريت ياريت المغروض السبعة سعفين 8 يعني حتى الجمهور قدر يتمتع احسن حتى الجو يكون احسن من شميران صعيب لما تلعب في حرارة ما هذه وطبا من زفر المباراة اللي هم مهمين ديربي بين شباب الوزداد مع فريق اتحاد العصمة والمباراة الصعيبة اللي بين اتحاد البولين وبرادو بارادو لان كل الفريق يبحث على ضمان البقاء لكل الامور هذا تبقى ربما يبقى كمال موسى في تجهاته للعب البيح كان امامنا تخوف من رب فعل شباب بالجداد مع نهاية المباراة بن سعيد دخل من تقتل العمليات كوراسة وبالقايم الثاني ولكن سهلة وكانش فيه متابعة من يتزينج اللي كان يتفرج عن المباراة ومحاولة بن سعيد ثم عمرون محاصر بلاعبين اثنين وديس بالعاقب ممتاز يتفوق امام عمرون الخبرة تفوق على طموح عمرون ربما في هذه اللقطة ثم الانطلاق ولكن ما يمرش اللاعب الاحمر بعد صدمة الكورادي بن عيادة خمس دقائق الاخيرة المباراة صباحة الآن مشوقة سيسبانس الآن تخلي ربما فترة سيسبانس بالنسبة المباراة من فترة شويق بالنسبة ربما للجمهور وللمشاهد وحتى ربما للمعلق وللمدرب وللجميع عدم موجود هذا الثاني وميزيم ابن وزاد بي امس درام الحق اذا الآن كل لقطة ربما من سوى من جانب اتحاد البوليدة او من جانب سبب الوزاد تخلي الانصار وتخلي المدربين اي المدربين سوى بالعياشي او كما المواسى يتخوف من رب فعل الخصم يدقى الكرة في الوسط الان اتحاد البوليدة كله في منطقته كل لعبين رجعوا الى منطقتهم ولكن حداري من الاخطاء على مستوى خط دفاع اتحاد البوليدة في مثل هذه الحالات الخطاء غير مسبوع به تماما كل اللعبين في منطقتهم وبالتالي تركوا المبادرة لشباب الوزاد لي باشي خلق التفوق العددي وسرير وكأنه لعب وسط اللعب بيدان في هذه اللقطة كما كنتم تتابعون خرج واسترجع الكرة قبل خروجها الى الست امتار ويوزع لزميله ولرافيقه وكافري في دوره يغير تماما من ناحية معمري عبد الكريم حافظ على كورت المضيق بيربيع والحاكم يقول فيه خطأ سيد بن يوزا يقول خطأ لمعمري عبد الكريم لنصة الرواق الايمن تنفذ بسرعة ناحية عمرون لكن مقطوعة ربيع شبيرة حركات وديس ومرأة كورة تمر كمين بغيبين عناصر اتحاد البوليدة ويدزينغا هايلا في العمق وفيه وضع يتسلل ولا كانت الفكرة ممتازة حط كورة في العمق يتسلل لبن سعيد اجتعمال خطر تسلل بالنسبة لفريق بالوزداد باش يتسر نوايا كبين سعيد اللي ديما نجد الكاميري اعطائي استقرار ولقطة ولقطة وسوسفهم بين ديس وحارس واضح الهادي كان فيه عتاب او ديسي عارف برافيق اعتباره القائد والحارس واضح ولكن رد فعل واضح كان رد فعل نخدر نقول يخلينا نقول انه رد فعل ريادي وهو مشكور على ذلك امام قائده امام القائد ديس ثم ربيح في الوسط رجوع الى الوران ديس طرط طويلة نحيط احد الرفاقاء لكن مقطوعة ثم بن عيادة قبل خروجها والانطلاق من ماروسي في بن سعيد محاولة المرور عن طريق المروغة الحاكم ما يقل ولا شي بالتدخل من كابري ربيح محاول تستيد ثم شبيرة ممتاز شبيرة ايضا ناحي تربيح تحافظ على الكرة اتحاد البريدة توزيع سنب القائد الثاني وخرج سرير من الزينجا ثم الانطلاق والموجود مكيوي وراء طويلة من مكيوي ناحية عمرون عمرون محافظ بلاعبين سنين لغطي كورتو وكمان بغي تفوق يوزع في الوسط ديكابري ثم عودية ناحية معمري لكن ما يمرش بعد التدخل الموفق من شبيرة ليعاني من اصابة ومن تشنج جهود بدني كبير طبعا هو سيل بالعياشي عرض لغطة معبر على المجهود البدني المكتون من اللاعبين ارهاق سنو للعالم هذا معناه ان اللاعب يعني مرهق بدنيا هاد المعط هاد سيري سيمطوم والتغيير ثالث رح يكون تغيير الثالث إذا يفحم جواني بيلان في خبر وتجريب طبعا مكان بن سعيد بن سعيد هو لا راهي ترك مكانه نزواني بيلان امامنا اكبر لاعب في تشكيل في اتحاد البوليدات من يو ثلاثين سنة شجل مع فريق ثلاثة اهداف وخروج بن سعيد تحت تشفيقات الانصار دقيقة الاخيرة من الوقت الرسمي وأمامنا بن سعيد رقم 8 قد مباراة رائعة والحكم يقول فيه خطأ ومصلحة شباب بن وزداد خطأ صعب على خط منطقة العمليات بعد تدخل ربيح في الوقت اللي يشوف لقطة في كل مرة دي سيتوجه إلى رفيق ليرتكب الخطأ لمعاتبته أربع دقائق ووقت بدل ضيع كما كنا نشاهد أضافها سيد محمد بن نوزة الحاكم الرئيسي للمباراة لن الوقت الرسمي انتهى كرة صعبة على دفاع اتحاد البوليدة فيها ربع لاعبين يوجود مسعود كامري عودية وإدن عمرو 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 هايلة ممتازة على طريقة الكبار ممتازة اللقطة هذه مقوصة كما ينبغي من ايت عمر حمزة غير محدود ايت عمر غير محدود لا هو ولا فريقه ولا شباب الممتازة هذه اللقطة معادة ممتازة ممتازة اللقطة هذه لقطة رائعة جدا والله هو جرب جربه كانت قادرة تكون داخل شباك ولكن أنا أنا نقول أنه كانوا فيه ربع لعبين عفاوي عمرون عودية وكبري كانوا قادرين بيروفر في وقت كما هذا لوزع صوب القائم الثاني ولكن هذه اللقطة معادة مرة أخرى ولكن فكرة جيدة ممر تسير على العارضة الأفوقية من الصعب لو بد تخادع الحارس واضح الهادي لأن نلعب الوقت البدن طايع وجداد الصغط على الجميع لللاعبين طريق يحاول الحفاظ على النتيجة والمحافظة على النتيجة وهو اتحاد البوليدا المتفوق بهدف لسفر وفريق يسعى في الوقت البدن الضايا لتعديل النتيجة وهو شباب الوجداد ولو أنه يلعب منقوص من اللاعب الحادي عاشر أنه يلعب عشرة لاعبين فقط نذكر بعد طرد اللعب واسلي زوبير بعد في الشوط الأول كل العناصر اتحاد البوليدا في منطقتهم يعني لحد الآن الشي اللي نقدر نقولوه أنه بالعياشي تاكتيكيا عرص نفسه يرد التوازن فريقه وظهر بواجهة أحسن من الشوط الأول وكان قادر يعود يرجع في النتيجة اتحاد شباب الوجداد اللي كان يسعى لربما للتآهل حتى ينقض الموسم نعم لأنه تمنى البقاء يدى الخروض شباب الوجداد من الكأس السمواري يعني أن النسبة لشباب الوجداد الموسم انتهى لللاعبين ولكن نبقى نحن سنين ضد سنين وحدان يمنى نرس البيع نزواني بيلان نحن يقدر وهاي إلى ناحية البيع يدخل البيع داخل منطقة العمليات أما مكابري داخل منطقة العمليات والحاكم وشي يقول درب الجزاء والحاكم يقول درب الجزاء في الوقت البدل الضائع بعد عمل وكرة بينية في نزواني وربيع اللي كنا نشاهد على الصورة وفرحة كبيرة درب الجزاء في الوقت بدل الضائع وفي الوقت في الوقت البدل الضائع بالنسبة لفريق متفوق بهاتف في السفل نقدر نقول المباراة اتهت تل المباراة تل المباراة ترب الجزاء واحتجاجات نشوف فيه تجال واحتجاجات نشوفوا الإعادة الإعادة ربما هي تأكدنا نشوفوا كابري أمام ربيح أسقطة ربيح لا كابري ووستي بن نوزا الحاكم بن نوزا كان قريب كان قريب من لقطة يعني القرار سيد بن نوزا هو سيد في قراره الحاكم يبقى سيد بن نوزا هو سيد في قراره واحتجاجات من طرف عناصر شباب الوجداد عن الحاكم سيد بن نوزا هذه اللقطة معادة أو مرة أخرى ربيح يدخل منطقة العماليات محاولة التوقل يأتي يبدو لي فيه صراع بين ربيح وأيضا كابري ولكن الحاكم يقول فيه تربة جزاء زواني بيلان ربما هو الذي سيتولى التنفيذ تربة الجزاء في الوقت البدن الدايع معاتم جي يندير طبعا لكابري حتى بالنسبة الزواني كل إمكانيات البدنية رأي فيها غير فيما دخل ما روش تعبان مرتاح يعني يعني الاختيار صائب بالاختيار لاعب ما لعبش كتير ولكن وسرير وسرير ما زال ما قالش كلمته وسرير ظهار يعني المستوى كبير اليوم حتى ولو يضيع زواني نقدر نقول في حد البوليد الدايع انتهى إذن ربما تربة الجزاء خلت الشباب اتحاد البوليدة يستغل أو يقتل وقت البدن الدايع لذن النتيجة لصالحه هدف لسفر وفرحة لدى أنصار اتحاد البوليدة طبعا لفريقه متفوق في النتيجة بهدف لسفر نذكر الهدف أمضاعها اللعب ديس في الشوت الأول براسية محكمة على إترتيكيد كرة ثابتة من بن عيادة أسرين في لحظة تركيز أمام زواني بيلان من سيتفوق زواني وأسرين يستعد زواني بيلان هايلو يضيف الهدف الثاني ويؤاهل رسميا اتحاد البوليدة إلى الضورة النصف النهاية الحاكم يقول إعادة تنفيذ اللقطة الحاكم يقول إعادة تنفيذ الرمية يعني كان في دخول اللعبين تحارق البوليدة وزواني بيلان على كل زواني بيلان على كل الحاكم هو السيد في كل قرارات إعادة تنفيذ الخطأ زواني في لحظة تركيز وكانه ما ينظر شداء سرين زواني بيلان ويضيف الهدف الثاني في الزاوية الأولى التي تدد منها في المرة الأولى أختارها في المرة الثانية وفرحة كبيرة لدى زواني تخوله وإضافته للهدف الثاني وتأهل فريق اتحاد البوليدة رسميا إلى الدور النصف النهائي نذكر طريق اتحاد البوليدة العب مرة واحدة في مشوار نهاي كأس الجمهورية كان لدلك سنة سنة وتعين بينما شباب الوجداد بحوزته خمسة كؤوس الكأس الأولى سباز بها سنة سنة 64-65 في المنصف وفرحة كبيرة لدى أنصار اتحاد البوليدة ربما التأهل المعنوي التأهل العكاسات المعنوية على اتحاد البوليدة راح تكون إيجابية في المتبقى من مشوار البطولة في بيرا والله معنويين ضم فريق البوليدة راح يكون أحسن بالنسبة لريجايا فوز كما هذا راح يخليه يكون بلك بأحسن إمكانياته ولو أن فريق شباب الوجداد نقدر اليوم نقدر نقول اليوم في مباراة اليوم اللعب شوط واحد فقط يعني منعرج المباراة هو غروج واصل واصل وزواني بيلال وفرحة لإضافة الهدف الثاني وتأهل فريق رسميا إلى الطور النصف النهائي بالوقت اللي فيه شجال ومناوشات بين اللاعبين بالوقت اللي الحاكم بن نزا بعيد عن اللاعبين انتظار الكرة والحاكم يطلب الكرة وفيه تشنج بين أيتو عمروى أيضا واسف الزوبيع وبين سيس اسماعيل قائد الفريق وزواني بيلال تخول كان موفق بإضافة للهدف الثاني وفرحة كبيرة لدى أنصار اتحاد البوليدة لتنقلوا بقوة اليوم إلى ملعب الوحدة المغاربية بيبيجاية لمؤذرة وتشجيع فريقهم تستأنف المباراة والكل طبعا رح ينتظر إعلان السيد بن نزا عن نهاية المباراة بتأهل اتحاد البوليدة رسميا فراء إلى أجرين أمام زواني ضايعا إتزينغا يحافظ على كورتو بالعقب ولكن تمريراتية كان موجود من هناك معمر عبد الكريم والسيد بن نزا يعلن عن نهاية المباراة بتأهل فريق اتحاد البوليدة إلى أطور النصف النهاية أمام على حساب شباب بن نزا بهدفين لسفر في مباراة ربما تسيرها فريق اتحاد البوليدة تقتيكي كان تفوق تقتيكي واضح من جانب اتحاد البوليدة شباب نجداد سيابن كريم بيرة كان مقدر يكون غايد في الشوط الأول ترك المبادرة من اتحاد البوليدة واختر لابا لاعب ولكن في الشوط الثاني حاول العودة في المباراة وصنع الخطورة وتعديل النتيجة ولكن وجد صعوبة في التوقع وخلق الثغرة في دفاع فريق اتحاد البوليدة خروج واسد تفوق العدد هو منعارج المباراة انظر بالوزاد برجع في الشوط الثاني كان قادر يعود يرجع في النتيجة تلقى هدف ثاني على فورة ثانية لما يبين ان المباراة كانت صعبة وهذه هذي الجأس اذا انتأهو المنطق الاتحاد البوليدة على حساب شباب بن جداد بهدف لسفر هنا بملعب الوقدان المغاربية بهذا سيدة اولي سيوات هدفة نوتعكم على امل اللقاء بكم في مناسبات خاتمة بحولنا